ايوه استاذنا عليكم السلامة ومحط الله وبركاته. ازاي حدثك? الحمدلله استاذنا. استاذ بشمس حمد اشرف هل ممكن تعمل شيرس كنين على ما عارف حضرتك? مهندس محمد اشرف استاذنا الفاضل هكلم من ارضه عن تحسين تبزيع سرعات المياه في بحيرة المنزلة بتطبيق النمزجة الهيدرو ديناميكية. والمهندس محمد اشرف هو مهندس بنية تحتية بهاية قناة سويس وحصل على درجة الماجستير هندسة الرأي والهيدروليكة. قولة هندسة جامعة الاسكندرية الفين وطمانتاشر ونشر بحسين. وهو مساعد باحث غير متفرر في قسم البناء بالاكاديمية العربية العلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. باسكندرية مصر. ومهندس موقع في شركة بتروجيت. شركة المشاريع البترولية. وشرفنا ان هو يورك المحاضر النارد. اتضع الاساس. السلام عليكم. ازاي حضرتكم. اه شكرا مشوين سمر على المقدمة. وشكرا دكتور مر على المحاضر الرائع. اه انا بس عايز اوضح ان انا مهندس في حياتها سويس وحاليا. لكن بترجعت والاكناة البحرية كانوا فترة صار بخوا ان شاء الله. ويعني لغاية الفين و سباتوش. اه انا النهاردة هتتكلم عن موضوع مختلف تماما. اه يعني عن العمارة وكده. الموضوع في الرائع والهيدروليك. وهو تحسين صبعات التوزيع المياه في بحارة المنزلة واللي هي من اكبر البحيرات الشمالية. اه في مصر. اه تماما بس الصوت يكون مواضح. لحضرتكم. اه تماما اه المحتوى بتاعنا المهاردة هيبقى مقدمة سريعة عشان اللي ما تعرفش يعني او الموضوع بديد بالنسبة لها وبعض الابحاث السابقة هيعمل لها كده سريع وهنشوف الباحثين اللي قبلنا قالوا اي في الموضوع ده والمثال اللي احنا استخدمناها والحيون اللي احنا اخترحناها وعمل لنا لها آآ موديلنج على برنامج اي بار موديلنج وخامس حاجة والآخر حاجة آآ آآ الناسبة قضى عشان بتكون متخيلة معايا ايه بحيرة المنزلة? هو آآ احنا عندنا خمس بحيرات شمالية في مصر آآ ماريونت والبروس والمنزلة والبردبين. بحيرة المنزلة هي من اكبر البحيرات الشمالية. تماما? آآ بحيرة المنزلة تعرق طبعا هي من اهم المصادر آآ بالنسبة لمصر في آآ سروة السمكية والسياحة وآآ آآ البحيرة للأسف تقلست مساحتها. البحيرة هي اللي مرسول بالآآ بالاحمر ده. تماما? والازرق ده هو يعتبر الجزر اللي انا اخدتها معايا آآ في السيميوليشن اللي انا عملته آآ تماما? آآ البحيرة تقلست مساحتها عبر بقى الزمن اللي فات آآ من حوالي الف كيلو متر مربع الى حاليا وصلت ربعمائية كيلو متر مربع. نتيجة طبعا التعديات اللي حصلت عليها والآ الحاجات الغير قنونية طبعا الجزر آآ داخل البحيرة بتزيد بصورة كبيرة جدا والآ التصرف ودي كلها غير سليمة طبعا من المواطنين. آآ البحيرة آآ بيربطها من البحر بغزين. بغز اشتوم الجميل. آآ الاديم الجديد اللي هما آآ بالآ بالاحمر هنا. ده البحر المتوسط. تمام? آآ دي قناة السويس اللي على اليمين. تمام? او شرقا. شرق البحيرة. وشمالا البحر المتوسط. وآآ غربا آآ آآ محافظة دموت وجنوبة المحافظة الشرقية والده اهلية. آآ البحيرة بيربطها بالبحر البحر المتوسط بغزين. اشتوم دمين القديم الجديد. زي قناة اتصال آآ ما بين قناة السويس آآ والبحيرة ايضا من آآ 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 اما بالنسبة للمصادر بقى اللي بتصبه في البحيرة ودي هي من من اسوء يعني من اكثر المصادر تلاوصا وهي آآ مصرف بحر البقر آآ وغير من المصارف زي بقى مصرف آآ بحر حدوس والطويل وفرسكور والعطوي آآ دي دي برضو صورة للمصارف بحر البقر. وهو ورمسيس المصرف رمسيس وبحر حدوس والطويل. طبعا آآ المصارف دي كلها آآ بتيجي منها آآ مياه صرف صحي وصرف زراعي آآ غير معالجة وبتسبب مدمرت فعلا من الصروة السمكية آآ في البحيرة. آآ اللي بتآ اللي بتخلي ما فيش اي وطة أو فيه هيدو ديناميك آآ آآ بالنسبة للمية في البحيرة آآ فيه اماكن كتيرة جدا في البحيرة مية تعتبر راكدة آآ نتيجة الجزر الكتيرة زي ما قلنا والآآ الطريق الدائري اللي هو آآ الطريق الدولي الساحلي اللي هو بنفس ما بين البحر والبحيرة وده سبب ان ما ما بقاش فيه اتصال او خلقات اتصال ما بين البحيرة آآ والبحر آآ التالت حاجة اللي جاية طبعا آآ زي ما قلنا الصرف الصحي والصرف الزراعي من المصرف دي بتصبه في البحيرة وصرف صحي خام للأسف يعني آآ رابع حاجة اللي هي برضو الحاجات اللي جال والحاجات المواطنين للأسف فيه اجزاء كتيرة اتردمت آآ من آآ البحيرة وقلنا ان هي مساحتها حاليا ربعمائة كيلومتر من 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 الف كيلومتر تقريبا قلت المص تقريبا مساحت البحيرة آآ احنا نخطر اهداف تاعتنا هنعمل ايه? احنا عملنا في البحث بتاعنا ده آآ كده وآآ منها البي اتش والدسولفت اوكسجين في متفرقة او في عشر نقاط من البحيرة ودي كانت آآ جزء دراسة حقلية في في البحيرة نفسها. آآ تاني حاجة عملنا آآ البحيرة باستخدام برنامج اسمه وهو برنامج اسمي وهو ممكن الناس تقدر تنسله وتستخدمه ما فيش اي مشكلة. آآ تانية حاجة عملنا حلول اللي عملنا حوالي تسعة حلول آآ آآ مقترحة ربنا اخترحها لتحسين آآ وحركة كريمية آآ ما بين البحر آآ والمحيرة. آآ خان رابح حاجة عملنا زي كده ظريف آآ باستخدام وقلنا ان احنا هننشئ حدارات باستمعها على المصارف اللي هي بتصومه في المحيرة. آآ هناشا الزبائنا اللي قبل كده البحثين عنه ايه والريفيوز بتاعته آآ بالنسبة للهيفي ميتل صبعا آآ سنة الفين وارنعة وارفين وخمسة وشر آآ آآ اتضح ان فيه كميات كبيرة نتيجة الابحاث اللي اتعاملت ان فيه آآ كميات ضخمة ضد من الهيفي ميتل اللي جاي من آآ المصارف اللي يعنيها زي البحر البقر وآآ رمسيس والآآ والمطرية وبحر حدوس اللي هي بتحمل آآ و بتصوب مباشرة في البحير. وللأسف هي عادة اللي بتنص عليها اللي بتنص عليها فطبعا ده آآ شيء مش آآ للأسف مش كويس. تاني نقطة آآ جودة الموية والهايدروتينان بالنسبة للبحيرة. آآ طبعا نقولنا نتيجة التصرفات اللي بتيجي وعدم معالجة. للأسف آآ المصارف دي بتحمل آآ صرف صحي خيم في المصارف دي ومنها بتصوم مباشرة آآ في البحيرة. فطبعا آآ كل ده بيأثر على آآ بتاع البحيرة. زيت ان دلوقتي محظم البحيرة تقريبا بقى عمقها في حدود متر او متر خمس وشر بالكتير متر ورس. للأسف بقيتش هلو آآ 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 فيه برضو في مقابل ان احنا نحول المصارف بدل ما نتصبه في البحيرة نحاول نعالجها معالجة آآ آآ صراسية زي ما حصل في مصرف بحر البقر آآ وان احنا نستخدمها في استسلوح الاراضي. طبعا نحاول ما نخليش المصارف دي تصبه في البحيرة ونستغل لها في بعد المعالجة طبعا في آآ برضو للأسف آآ آآ تلوص المية والسويل برضو. تمام? وبردو للأسف احنا آآ كان برضو زي بيننا سنة تلفين وحد واشر وافين وخمس واشر اخدوا عينات من السويل والآآ والاسمات برضو ولقوا ان هي بتختار على آآ 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 عالية جدا. وده برضو بيأثر على بتاعت المية والسويل وايضا بيأثر على آآ البيئة وسحة الانسان. من المشاريع الحالية الدولة بتعملها او عاملتها آآ زي قناة آآ البط آآ وهي دي قبل سد فراسكور على فرع آآ دنيات ودي برضو بتتغزي الجزء الغربي من البحيرة آآ آآ بالميال الملحب. وبرضو انشاء محطة صرف محطة المعالجة السلسية في آآ شرق آآ شرق قناة السويس وان هي معتبر معظم التصرف بتاع مصرف بحر بحر البعر بدل ما كان بيصبوا في البحيرة مباشرة دا يتجه آآ بسيفه آآ آآ السلام لأسفل قناة السويس وتعمل محطة معالجة السلسية تم فتحها قريبا آآ لاستصلاح الاراضي الزراعية بعد المعالجة السلسية وحوالي هاستصليحوا بيها حوالي آآ ربعمائة الف الدب. آآ برضو من آآ من الحاجات المشاريع القوية اللي بتحصل حاليا آآ شرق قنوات اشعاعية من اشخاص الجميل القديم وجديد زي البواغيز وهي دي قنوات تصال البحيرة بالبحر آآ لتحسين آآ في البحيرة وايضا تطهير البحيرة احنا قلنا البحيرة دلوقتي آآ اصبحوا بقاها تقريبا متر خمستوشر فتعميق البحيرة آآ آآ اكتر من كده. آآ وايضا آآ آآ النهائة عن سير قوات المصرحية بتشرف على عديد من المشروعات دلوقتي في آآ في البحيرة. منها التطهير ومنها تحميل مصرف بحر الضعر آآ اللي هو المعالجة السلسية اسفل القناة السلس. واستخدام الماية آآ في الاستسلوح الاراضي الزراعية. آآ موجد دلوقتي بقى نصوبة المغنوعة بتاعنا آآ البحيرة بتاعتنا آآ هي زي ما من الشمال البحر المتوسط من آآ من الشرق آآ محافظة بورسعيد وقناة السويس. من الجنوب آآ محافظة الاهلية والالهبية والشرقية. ومن الغرب آآ محافظة دمروت. آآ البحيرة بيصبوا فيها آآ ست مصارف باجمالي اتناشر مليون آآ متر مكعب في اليوم. فراسكور والعطل وكل تصرف يمكن اكبرهم زي ما احنا شايفين تحت آآ بحر بقر لوحده بيصب ستة مليون متر مكعب آآ في اليوم. آآ اول جزء احنا عمينا دراسات حقلية ازنا في آآ في عشر اماكن آآ واستخدامنا كده بالإيس البي اتش. آآ والالكتريك كودكتافيتي والتوتال ديسولفت اوكسولدس والديسولفت آآ اوكسوجين. آآ دي العشر مواقع اللي احنا اخدنا زي فلوفة كده وانزلنا انا والدكتور المشرف آآ علي في الموجستير. وانزلنا اخذنا في النقط اللي متوضحة آآ دي البواغيز آآ آآ اللي فوق بيتصلب البحر المتوسط بواغيز عشرون جميل اديمو الجديد اللي مكتب عنه سايت وان وسايت تو. وهنا دي قناة الاتصال ما بين آآ قناة السويس آآ وبحيرة المنزلة في الجزء الشري من البحيرة وده مصرف آآ بحر البقر. دي توزيات النقاط اللي احنا آآ اخدنا فيها عينات الوخر. آآ دي بعض الصور من الدراسات الحقلية. ده ملخص آآ سريعي يعني بدون الخطوط في التفاصيل. ده هيبانى عندنا آآ ان بيتروح آآ العيات اللي احنا اخدناها من سبعة لتمانية آآ بونت سكس ايت. هيبان جدا ان عند مصرف بحر البقر. آآ اتنين ميلي كرام بر ليتر في حين ان عند البواغيز آآ سبعة وستة وسبعة عشر وتمانية وميلي كرام بر ليتر. فالدسوفت اكسجين طبعا عند الجزء الماء لحميل البحيرة او عند بواغيز اتصالها بالبحر. يكون اكتر من آآ بحر البقر الدسوفت اكسجين الاكسجين جزائد تقريبا اتنين. وده بيأثر آآ بيمين مادة تأثير المصرف آآ على الصروة السمكية. تقريبا آآ موز مصارة والصمكية في البحيرة وخاصة عند المصرف آآ الضمارات. آآ عملنا باستخدام آآ آآ وهو برنامج يعني آآ متاح للجميع زي ما قلت. وعملنا كده بسيط آآ مثلنا في آآ آآ البواغيز اللي هو آآ مصدر الميا الملحة آآ من البحر. وايضا مثلنا في القناة التلسوفية ما بينها قناة سويس ما بين البحيرة وقناة سويس. وايضا المصارف مسلنا المصارف كلها بالتصرفات بتاعتها آآ اللي بتصب آآ في البحيرة. آآ مزورتوا دمانية بتقدروا تتحميلوا يعني. عملنا باستخدام آآ ما بين آآ آآ وا بين دراسة كانت عاملها وزارة الموارد المائية والرأي. آآ في حالة اقصى مد آآ واقصى آآ 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 للبحيرة ما بين الموديل اللي انا عملته وما بين آآ آآ دراسة كانت عاملها وزارة الرأي باستخدام براميك دلفت آآ 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 يعني عشان ما اطولش على حضراتكم. اللي اختلاف كان مدينة قبل ما انا بقعه اطبق الخلول بتاعتي كان لازم معنا ده آآ كان تقريبا في حدود آآ يعني من عشرة ولا اتنونشرة تلاتونشرة في المائية. تمام؟ وده يعني باسمة مقبولة آآ في يعني آآ عشان طبعا لمدخلات موعدانة والدلفت برضو لي آآ يعني هو يعتبر اضبق شوية من من اللي انا استخدمته فآآ فالاختلاف ده بارد من هو يحسب. آآ طبعا مقارنة السرعات آآ ما بين كان الاختلاف زي ما قال تمن عشر اطنونشرة تلاتونشرة في المائية آآ عند السواء عند البلغيز او اللي هو عند البحر يعني اتصال البحيرة والبحر او في آآ بتاع البحيرة في وسط البحيرة او شهر البحيرة او غرب البحيرة في الاماكن المختلفة برضو كان اختلاف فرنش العشرة في المائية. آآ آآ انا عملت مسلت عملت سموليشن آآ العاشر حالات تقيلة. آآ الحالة نقول اللي هو اللي هو البحيرة دي الوضع الحالي بتاعها ايه? آآ آآ مسلت وقبل ما انا اقترح بقى التسح حلول اللي انا اقترحتهم في في الرسالة بتاعتي. كان لازم عمل الوضع الحالي في البحيرة ايه? عشان بعد كده اقارن الوضع الحالي بالحلول اللي انا اقترحتها. آآ بس اعملت لكل حل من من دول سواء الحلول الاول كيس الوضع الحالي البحيرة مسلته في اربع آآ حالات. المادي والجزر اقصى مادة اقصى جزر في في السمر واقصى مادة اقصى جزر في الفصل آآ الشتاء. تمام? آآ ودي المنسيط يعني سواء عند اللي هو الووتر لفل عند اللي هو بوغيز او الووتر لفل عند المصارف في الفور كيسز. تمام? آآ وهطبق الفور كيسز اللي انا قلتهم دول على جميع الحلول. يعني انا عندي عشر حالات آآ عشر حلول قصدي. آآ باربع حالات عملت اربعين آآ موديليند آآ في الدراسة بتاعتها. آآ ده كان توزيع السرعات او آآ 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 بيوضح طبعا الألوان اللي هي بالاحمر شوية دي بتبين ان السرعات في في الاجزاء دي آآ كويسة. آآ او يعني آآ مناسبة. او عالية شوية. اما اللي بالاخدر او اللي بالازرق. آآ ده آآ الميا مش قادرة للأسف توصل آآ للاماكن دي. آآ زي ما انا قلت برضو يعني البحيرة بتوعيدي صعوبات كثيرة جدا. آآ في اجزاء منها ما بتقدرش المياة توصل لها. فعلالأسف ده بيأرضو بيأثر على آآ الصروة السماجين. والويتر كواليتي بتاع البحيرة نفسه. آآ بقى والحلول اللي انا اقترحتها آآ درستها من اتجاهين. آآ من تماما يعني آآ للحلول دي دلوقتي. آآ دي الحلول آآ بتاعتي ان انا آآ اول حل ان انا آآ اعمل آآ امنع المصارف ان هي تصنب آآ في البحيرة. وده كان حل نظري شوية مش عملي. آآ عشان تكلفة تحويل عمل تحويل آآ للمصارف دي. وانما ما خلاش صنب دي تكلفة رهيبة جدا. وجبيرة جدا. آآ هنقولهم سريعا وبعد كده هنشرح كل واحد بالتفصيل. يبقى اول حل اه هلغل مصارف تماما مش هخليها تصبوا في البحيرة. آآ آآ هعمل تكريك كامل للبحيرة بالجزر اللي عليها. آآ تلات فل هعمل تكريك للبحيرة بدون الجزر. هسي بالجزر زي ما هي. آآ هعمل تكريك للبوغيز. عشان طبعا البوغيز بيحصل لها اطماء وترسيب بيقل اعماقها فهعمل لها تكريك. بحيس انها نزود المالة المالحة انه بتخط تدخل البحيرة ودي يحسن قنوات اشعاعية زي قنوات هشبقها في وسط البحيرة آآ من البوغيز من البحر داخل البحيرة الكور بتاع البحيرة تمام؟ بحيس ان هي تسحل عملية وصول المالحة للبحيرة. سادس حل هعمل جديدة هحاول اعمل قنوات التصوير بدل اشترون جميل القديم وجديد بدل من البحيرة تكون مربضة بالبحر بقلاتين او بوغزين بس. هعمل آآ بوغيز جديدة بعرور مختلف امتين متر وخمسمائة متر والف متر. تمام؟ آآ تاسح حل والاخير هعمل آآ انشاءها الضرورة على المصرف. تمام؟ بحيس ان هو اي من التلوصة. اللي جاي من المصرف. آآ اول حل عندي واللي هو آآ آآ معلش سمي محدد. ان انا هعمل هلغي تماما المصرف بتاعتي. مش هخلي ولا مصرف عندي يصب ايه في البحيرة. المصرف اللي هي الخطوط اللي تحت هتلاقوها الحاجات اللي جاية آآ مش عارف واضحها لأ بس ايه. اللي هي الخطوط اللي جاية زي ما قمنا ده بحر البقر وهنا برضو المصارف دي كلها مناعت التصرفات آآ مناعت التصرفات ان هي آآ تصرفات بتاعت المصارف ترني في البحيرة. واكتفيت بس بين البواغيز وهي دي مسلتها في الموديل بتاعي. فهتلاقوا عند البواغيز في اللي هو في الجوراي او في السمر. وبرضو في اللو تايد والهاي تايد في جنياري او في الوينتر. تمام? هتلاقوا الاجزاء اللي عند البواغيز هي اللي فيها اكتر تصرفات. ولكن عند اللي بالاخضر ده دي تزوز الميا مش قادرة البواغيز او دول مش قادرين يوزعوا الميا على كامل البحيرة. وده بيؤثر برضو آآ يعني بتلاقي الجزء الشمالي من البوحيرة هو اللي فيه كويس قوي. اما الجزء الجنوبي والغربي آآ تقريبا ميت تماما. الميا مش قادرة توصلوا. فيه دي تزوز كتيرة. نتيجة برضو الجزر بتنمع ان الميا آآ يحصل لها تدوجير بشكل كويس. آآ تاني حل ان انا هعمل آآ هشول الجزر. يعني انا هعمل تكريك للبحيرة كلها. وهعمق آآ وهعمق هعمل آآ زي تعميق قاعة البحيرة. احنا قلنا في الدراسة بتاعتني انا آآ اخليك العمق بتاقي اي متر ونص دقريبا. انا زودت متر. هعمق يبقى عمق البحيرة هيبقى ده متر ونص. آآ ده طبعا حل يعني آآ برضو يعني نظري شوية. ان انا ازاي هشول الجزر دي وفيه الجزر مرتفع عن سطح المياه حوالي اتنين متر وتلاتة متر وفيه نباني قائمة وفيه تعديات وناس آآ بني وسكنة. فطبعا ان انا اشيل الجزر ده حل مكلف جدا. وحل نظري شوية مش عملي. آآ ودي كانت التوزيع بتاعتي او للفور كيس برضو في اليو تايد والحي تايد في السامر والآآ آآ الحل التالت ان انا استخدمت آآ عمالة تكريك للبحيرة بس احافظت على الجزر. الجزر اللي هي باللون الابيض دي. اللي هي دي دي مش دي مش مية. اللي بالابيض ده مش مية. تمام? لكن في آآ في جريدين كده والوين. ده اللي يعتبر لي آآ توزيع المية او توزيع السرعات آآ في البحيرة. تمام? ان انا حافظت وعمقت البحيرة برضو بدل مع عمقها متر نوص. خليت عمقها اتنين متر آآ للمحيرة. آآ في الهاي تايد في آآ ولو تايد في الجواي هنلاقي ان الاجزاء اللي عند البواغيز آآ الى حد ما كويسهم. اما الاجزاء اما في آآ في آآ في الجانيوري او في الفصل الشتاء هنلاقي المية او التصرفات في آآ في الجزء الجنوبي والغرب المحيرة تقريبا مش قادر ليوصلوا وايا والجزء الشمالي بس هو اللي بتأثر اللي هو اللي هو نحية أو البحر المتوسط اللي هو الجزء اللي فوقه. تمام؟ آآ النطاق تأثيره حول البواغيز فقط. ولكن برضو مية مش قادرة توصل آآ بقية البحيرة. التي جيت برضو من الجزر عائق آآ من الاسف يعني. آآ رابعا عملنا ايهن اهن اهن شفنا دي او البواغيز اشتمل الجميل القديم واشتوم الجميل الجديد اللي هما الاتنين اللي فوق. اتمنى يكونوا واضحين عند حضاراتكم. اه دول اه اعماقهم التصميمية وتصميموا على ايه طبعا حصل لهم ترسيب واعماقهم اه اختلف اتفحنا عملنا لهم اه تكريك وخلق ودواء وشوفنا المستندات اللي عندنا والاعماق التصميمية التصميم بتاع الباوغيز ده اه كان متصمم على قدية لقينا ان هو عمق تلاتة متر سبعين فعملنا تكريك اه مسلنا يعني في في دخلنا لعمق الباوغيز ده هيبقى تلاتة متر سبعين نفس العمق التصميمي اللي هو كان بتصمم عليه وقت ينشئه اه من زمان جدا. اه طبعا ده حسن الحركة هنلاقي برضو حسن شوية من اه والووتر كوالتي ما بين البحر والضحيرة في الاجزاء الشمالية برضو. لكن برضو مازال في المية مش قادرة ولكن افضل من الحلول السابقة. اه الحل الخامس ان احنا عملنا بمعنى ان احنا اخدنا من الباوغيز قناة اشعاعية اكني بشطق قناة في وسط المية ولكن بعمق اه اكبر شوية من عمق البحيرة يعني البحيرة كلها لو متر ونص مسلا عمقها انا القنوات الاشعاعية دي او هتبقى مسلا عنقها اه مسلية تقريبا اتنون متر عشرين. وعرض القنوات دي كان اه ستين متر. اه ستين متر باطوال اه ستة كيلو. تمام? القنية دي تقريبا انا اشترح حركة اخري معك هيجي هتمشي من البوغيز تيجي في الكور في قلب البحيرة وهكزا برضو من هنا. هيجي القنية دي اه هنشقها في وسط المية. اه بحيس ان هي تساعد المية ان هي توصل للكور بتاع البحيرة وتحسن وبالتالي تحسن اه فبرضو دي الحلول في الوينتر والسامر في وبرضو اه هنا قبلنا في هتلاحظوا في البسمتين اللي تحت في الوينتر تحسن شوية في 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 السرعات في الجزء الشمالي اللي هو قريب من اه البوغيز اللي هو الجزء ده تمام? وزي ما قلنا اللون لما يكون قريب بالاحمر ده معناه ان الفلوستي اه كويس ولما يكون اخضر او ازرق بيكون ان الجزء ده مش قادر مش يعني ما فيش مفيش فلوس تقريبا او مياه راجدة فيه. طيب اه سادس حل وسبح حل وتامن حل هم يعتبر حل واحد. ولكن بعضوض مختلفة. ان انا انشق بدل ما البحيرة كلها اه مربوطة بالبحر عن طريق بوغازين اللي هم دول اللي هم انا هعمل بوغاز جديد. تمام? هنشقه. تمام? وعملت برضو سيموليشن بتلات عروض مختلفة. ميتين متر وخمسمائة متر. وآآ وآآ الفة متر. تمام? ده عرض آآ البوغيز. وقلت ان هو تقريبا هيبعد ستاشر تيلو متر. آآ على ساحل البحر المتوسط. تقريبا ده المكان آآ لما يعني لما شفنا كده الاميكن المتوفرة في البحر المتوسط. لقينا المكان ده هو انصر مكان بحيس انه هو يحسن الجزء الغربي آآ من البحيرة يحسن ويتحسن. وبالفعل هنلاقي الجزء ده برضو آآ اتحسن شوية فيه وهنا برضو يعني الفلوسطي تتحسنت شوية نتيجة انشاء البوغيز آآ الجديد. ولكن برضو هنا في اللي هي بالاخضر كده نتيجة ان الجزء دي آآ ستظلها عائق برضو انها مش قادرة المية مش قادرة يحصل لها آآ نتيجة وجود آآ جزء كتير وزي ما قلنا دي يعتبر زي الجزء دي آآ بسبب تعديات الناس بتردل في البحيرة على مرة بقى السنون اللي فاتت. فاآ للأسف البحيرة تدخورت آآ بصورة كبيرة يعني على مدر العقود اللي فاتت. آآ زي ما قلنا ده اللي فات ده عرض متين متر. آآ ده عرض خمس بيت متر ان هتلاقوا ده عرضه كبير شوية. تمام? وبالتالي هتلاقوا ان برضو الالوان تغيرت شوية. ان السرعات زادت شوية. تمام? او آآ اتحسن. آآ برضو هنا الانشاء بغاز جديد. آآ بعرض الف متر. او بعرض كيلو تقريبا. تمام? ده برضو بيحسن اكتر واكتر وخاصة في في الوانتر. في الوانتر هتلاقوا ان الاجزاء دي آآ المالة فيها زادت بصورة كبيرة. ولكن عشان الجزء ده اللي بالقبلت زي ما قلنا دي جزر آآ يعني دي مش موية. فمنعت بتخلي فيه حواليها. دايما هتلاقي اي جزيرة حواليها المالة مش قادرة توصل لها. آآ دي مقارنة سريعة بين الآآ الثلاث حلوليه الاخيرة اللي هو العرض متين متر. ده النيون ستريت. ده ده اللي هما آآ آآ اللي انا كتب عليهم. ده عرض متين متر وخمسمائة متر آآ والف متر. هتلاقوا ان نلقيه ان الفلسطي آآ آآ بتزيد شوية يعني. كنا طبعا ما زودت آآ آآ عرض البغيس كل ما الميا اللي جاي من البحيرة من البحر للبحيرة آآ بقت آآ آآ آخر حالي عندي وهو آآ انشاء هدارات. آآ بمعنى اي? ان انا هعمل آآ زي هدار او مانع كده. هعمل حاجة عند اخر الحاجات اللي انا عملها بسيركلز كده دوتد. آآ لو انتم شايفانها. تمام? آآ دي اماكن انشاء الهدارات. الهدار هو منشق ميه آآ بنشقه على آآ على رؤوس المصارف عند اللي هو آآ نقطة اتصال المصرف آآ آآ بين البحيرة. حاجة انشق هدار وهو زي سد كده صغير بحيث ان هو يمنع لي التلوص ما آآ التلوص او الرميسب اللي في المصرف ده ما ترميش ما تردمش البحيرة. والتلوص يتحجز في او قبل المصرف. وكل شوية اضحر بتاع آآ او الحدارات اللي انا هنشقه. تمام? زي سدود زغيرة بتمنع لي اللي هو آآ او اللي هي تعدي آآ في آآ البحيرة. تمام? آآ وده حل برضو آآ كويس جدا. وهنشوف برضو آآ يعني واصر لي اكيد في آآ هتشوفه ان توزيع السرعات آآ اتحسن برضو مع عدة الاجزاء اللي حوالين آآ الجزر. دي ايه شكل ده شكل كده مبسط للحدارات هو يعتبر زي سد كده. هنشقه حوالين المصرف والمية بتعلى فوق السد ده او فوق الحدار وبتعدي آآ للبحيرة. فانا هنشق الحدارات دي زي سد كده زي سدود زغيرة على المصرف. ده ملخص للسرعات برضو آآ في آآ آآ الماكسام فلوستي والمينيام فلوستي آآ عند ال آآ عند الستريت آآ ريجون عند آآ آآ اماكن الباغيز وعند المصارف عند اماكن المصارف وفي آآ آآ تمام؟ في منتصف آآ البحيرة. دي برضو آآ طلعنوها من المو والتوتال كوست برضو. هنلاقي ان امسى بحل والممكن يحسلي شوية من توزيع السرعات ان انا انشق حدارات الحل رقم آآ عشرة. او الحل الاخير يعني الكونسراكت ميرس آآ آآ ان انا انشق حدارات على آآ مصابات آآ المصارف قبل ما تصوبه في البحير. تمام؟ والسعر بتاعها برضو التوتال كوست بتاعها كان تتعالي وقتها يعني فده مميسب بالنسبة آآ للسعر بتاعها وحسلي من السرعات عند المصارف وفي وسط البحير. نجي الاخير انا اسف تولت على حضراتك ولكن هقول باجازة يعني ده مرتبط بالحل الاخير اللي احنا قلنا هننشي الهدارات على المصارف. وكان شكل الهدار لو هرجع كده كان شكل الهدار حاجة كده عادية زي كده يعتبر سد صغير معمول من من الجابيونيت زي ما انتم شايفين وهرصها وهتبقى زي سد بيمنع بيحدز الروايس بابنه وحتى هواحك بصورة دورية ان انا هتحر آآ في بتاع الهدار. ولكن انا ممكن هتطبق الهدار بشكل كويس او بشكل افضل شوية. آآ عن آآ وهو اسمه حاجة اسمعها البحر البقر. انا عملت ايه? انا اخدت فكرة البيانوير. آآ هتلاقوا الوير ده بدل ما هو كان حاجة آآ كده. تمام? ان انا هعمل سد كده آآ بالصورة التقليدية. لأنا هعمل بيانو او سد على شكل آآ سد على شكل بيانوير. لو انتم شايفين ان آآ ان هو في يعني زي زجزاج كده شوية. او آآ يعني آآ شكل بيانو. فده بيحس المصرف آآ مسلا سبعين متر. لا هي المية هتعدي على المحيط بتاع او البرمتر بتاع البيانو ده. فهتحسن لي من ما بين اللي جاي من وبيصبه في آآ في البحير. فالبيانوير ده من احد الطبيقات الظريفة جدا. وانا طبقتها يعني آآ عملت كده على بحر البقر بما انه هو ده آآ يعني آآ اسوء مصرف. واكتر مصرف بيصنب آآ بيصنبه في البحيرة. تمام؟ ده شكل البيانوير ده اللي هو المية ده اتجاه المية. المية بتبقى من المية بتطلع اول ما بتعدي ده بتنزل بتروح بقى ايه? في الاتجاه آآ في الداون ستريم. تمام؟ ده البيانوير وبرضو مش اخوك في تفاصيل كتير قوي يعني المتفاصيل الراضيها. ولكن آآ هو من الحلول آآ اللطيفة جدا. آآ البيانوير ده في تصميم بترقتين او الحاجة آآ ريب كروم سنة عفين واتنواشر هوا عن المقارنعة بين الطريقة التقليدية اللي هي آآ باستخدام المعادلة دي ودي معادلة آآ آآ الناس يعني اللي في مدني او الناس اللي يعني المتخصص في العيدراليكس دي معادلة آآ ودي معادلة ودي مقارنة عن المقارنة بين الكيو بيانو والكيو آآ كريستد آآ وير. آآ طبعا آآ نتيجة ان انا البيانو زاد عرضه او زادت المساحة المتننسة معين مع المية ده هيزيد وهيحسن من التصرفات اللي بتعدي آآ من المصرف آآ من البحير. مقارنة بالآآ الحضار العادي. آآ دي بعض اللي انا لازم اخدها معاها في الاعتبار دي حاجات برضو يعني ايه آآ خاصة بالبيانو فمش هاخد فيها يعني آآ كتير. آآ تامي طريقة البيانو كانوا تيوير آآ آآ ساكنت حيتروني دزاين افونش وده وكانوا باستخدام ان انا باربط البروجيكت اي آآ او انا مسلا بدرس مصرف بحر البقر باربطه بكسر اكسبرمينتر ريزولتز فرم ريفرانس سكيل موديل ان انا بشوف آآ آآ ريفرانس موديل او ريفرانس مواسب ليه آآ دراسات آآ معملية تمام وابدأ آآ اقارن التصرفات المعملية بتصرفات بالبروجيكت كونسترين او زي ما اقولت هتطبع على مصرف بحر البقر. ومن هنا بقدر اجيب التصرفات. آآ تمام? آآ دي برضو آآ آآ ودي آآ جداور رياضية يعني مش مش هتقمق فيها. آآ انا طبقت زي ما قلت على بحر البقر. آآ وقلت آآ عرضة بمصرف بحر بقر سبعين متر مسلا والافيليبول دريند رينش ستوميت متر مكعب في الصينية. والكولسنت هيد آآ آآ متر. ودي كانت المحددة بالنسبة لي. آآ طبقت مواضيات العضية وقلت وشوفت الكيسز المختلفة عند عند آآ وشوفت التصرفات اللي مقابلة فيها مقابلة لها اللي هي في آخر آآ اللي في آخر آآ رو. تمام؟ وبرضو دي كانت آآ تفاصيل العضية يعني مش آآ يعني آآ آآ مش هاخوض فيها كتير آآ المهم ان انا طبقت ده على آآ مصرف بحر بقر آآ ودعم كامل اللي ساعدتني ان انا بنفس عرض المصرف مش هزود عرض المصرف ولكن هيديني التصميمي اللي انا عايزه. آآ نتيجة زيادة بتاع المصرف عن عرض المصرف التقليدي. آآ في النهاية انا عملت يعني عملنا طبقت اللي هو الوضع الحليل المحيرة. وآآ طبقت التسح حلول الفيديواني اللي احنا انه اقولتهم سيعان آآ متقارير يعني. واتضح النحن اللي انه عمل على مصرفات المصرف. ده من قسم الحلوة آآ سواء في اللي بتفرق معي في آآ كسهر او في الفيديواني او بتحسن اقدم من سرعات آآ آآ او داخل المحيرة. آآ وهي حل طبعا آآ اللي هو طبق البيانو وير ده كان آآ برضو من من الحلو اللي طيفة جدا آآ اللي استخدمتاها معي. طبعا ان احنا محتاجين نزود آآ 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 اكتر من اللي انا دخلتها. آآ ونستخدم آآ آآ يعني اضق من اللي انا استخدمته بالبرنامج شوية. آآ من اللي انا استخدمته ببرنامج الاسبيني. آآ بحيث ان هو يحسن آآ آآ في في البحير. آآ يازم يبقى فيه دراسات حقلية في النواقع آآ كل فترة. بحيث ان انا اشوف البحيرة اخبار الاعمق ايه? حالة رادة متحل. آآ آآ نسبها آآ قل جدا بحسابه ما تأثرش على السروة السمكية وما تأثرش على الكواليتي وجودة الميو باخر البحيرة وهي زي ما قلت البحيرة تعتبر من آآ مصادر السروة السمكية في مصر. واكبر البحارات الشمالية آآ اللي موجودة آآ في مصر. آآ آآ انا شريكا لحضراتكم ايسف آآ اذا كان الموضوع مختلف شوية على العمارة. آآ آآ واسف يعني طولة بالدنيا. واعتمدني يعني انه ما كنت اشو كونش راحت الموضوع بصورة مجازة. ايه اجازكم انه كل خير يا استاذنا. الله اكررناك باش نسو حمد. يعني نشكر لك ان انت سعفتنا وآآ ربنا يكرمك يا استاذ. يعني ايسف طبعا انا يعني باش نصور قال لي نهارضا يعني موضوع. انا ملحقتش احضر كويس يعني. لا ما شاء الله محضرة ممتازة جدا. الله يكرمك يا استاذنا. انا مش محضرة السنة المحضرة لو قلتها يعني آآ سريعا. آآ سريعا. استاذنك لو في حد عنده سؤال قبل ما ندخل في محضرة الثانية. انا مستعد للاسئلة. لو حد يعني آآ حاوي يسأل لصدر. يعني او آآ او حتى يعني لو. تمام يا استاذنا. فيش اياسئلة الحمد لله. آآ آآ ان شاء الله سناني حشوف حاجة في الشيطات. آآ آآ مهندسة منو بتقول لكої مانطPE شهد جدا سيكرا لحضرتك. شكرا لضاك دكتور مونة. آآ طبعا انو هشكر جميع حضور. وآآ مهندس اشرف. ودكتور هبة ان شاء الله Gla Relations ودكتور هبة كان عندها مشاكل. يعني كان اي حد ما كانك على نعتز ربس مشكورة يعني بازل كبير جدا انها بكون موجودة معنا. فب deductهلها شكر خاص دكتورة المهندسة هيبة محروس مدرس بقسم الأمارة وتكنولوجيا البناء لأكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا ومحاضر في التصميم والتخطيط البيئي بعيد الجامعات المصرية ومنصات الالكترونية سفير المناخ ومنطبع في مبادرة مليون شاب للتكيف المناخي اتبع العلوم البيئية بجامعة عين شمس وان شاء الله كلما نارضع على المحمية الطبيعية وثقافة المجتمع المحلي كأطار لتحقيق السياحة المستدامة في مصر. اه فضل الدكتورة. اه شكرا جزيلا بشمونس عمر اتمنى بس الصوت يكون واضح وبعتذر جدا على الازعاج والدربكة اللي حصلت النهار دي. لا لا صوت واضح الله كرمك. لا لا الف شكرا حضرتك الله كرمك دكتورة. اه سويني بس هامر بس الشير حضره. برات خلص مع حضرتك. شكرا جزيلا بس بse شكرا جزيلا. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة